السلام عليكم خوتي ان شاء الله يربيكم بخير معكم كلكم كما دائما من بلانات بلانات ديزر صحة فطوركم خوتي والناس اللي رايز تشوفيها صحة صحوركم وصحة رمضانكم وان شاء الله يا ربي كما نقوله تقبل مننا ومنكم ومن جميع الامر الاسلامية اجمعين فلهذا خوتي الخبرت على اليوم خوتي وقبل ما نبدأ فيه مدى بكم خوتي ما تنسوناش دائما بالدعم باللايك خوتي لا خطرش الدعم لتعكم يحفزني دائما باش قدم منكم جديد وكذلك خوتي الناس اللي مشي مش تاكه تشترك في القناة وتفعل جلج الجرس باش يوصلكم دائما كل جديد والخبار تعالي اليوم خوتي يهم صحاب ولاية وهران صحاب ولاية وهران خوتي كما در الوالي كما راح شوفوا خوتي وكذلك في هذا المقال وهران توزيع سبعة الاف مسكن عمومي ايجاري قبل نهاية ماي. داكو خوتي توزيع سبعة الاف مسكن عمومي ايجاري قبل نهاية شهر ماي. راح نقرأكم المقال خوتي كشف واري وهران سعيد تعيود أنه من المرتقب توزيع سبعة آلاف مسكن عمومي إيجاري بولاية وهران قبل نهاية شهر ماي يعني شهر ماي هذا اللي راجعي خوتي رانا في أفريل ومراهجي أفريل ماي وخلال أشغال الجلسة الثانية من الدورة الأولى للمجلس الشعبي الولائي أبرز سعيد أنه سبعة آلاف مسكن عمومي إيجاري جاهز للتوزيع حاليا على مستوى بلديات الولاية يعني هذي سبعة آلاف خوتي مش في ولاية وحدة وإنما تكون على سبع بلديات مش في بلديات عفوال مش في بلديات وحدة وإنما تكون على مستوى بلديات خوتي البلديات هذي تكون لجرى نظرنا فيهم خوتي مقبل فيديوهات اللي ما شافهم مش خوتي يمكن كما نقول احنا من بينهم خوتي ركاين بلديات حاسي حاسي بونيف آآ قديل آآ عين الطرق المهم كما غير هذروا اليوم في الفيديوهات اللي فاته خوتي وباش ما نطولش عليكم كذلك روحوا للمفيد خوتي هنا ما ذكروا شو البلديات اكزاكت لكن ذكروا من قبل والمستوى البلديات الولاية وتم تكليف لجان الدوائر المختصة بإعداد القوائم المستفيدين منها وتوزيعها على مستحقيها قبل نهاية شهر ماي المقبل يعني لاليس رهمي وجدوا فيهم خوتي دوكتر ما 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 تحسوش قاوة تيطلقهم خوتي في هذه الايامات فليهذا لازم عليكم خوتي دائما انكم تتبعونا وكذلك خوتي تتبعو الصحافة الصفحات المعتمدة خوتي للدوائر انتواكم وذكر انه تم خلال الاشهر الماضية على مستوى الولاية توزيع تمنيت الاف مسكن عمومي ايجاري سواء في اطار برنامج القادة على السكن الهش او ضمن سكنات ملفات التنقيم داكن خوتي ومن جهة اخرى اعلن الوالي عن تنصيبه اليوم الاحد المنصرين لجنة ولائية تضم عدة هيئات تتولى القيام بالتحقيقات بعدية حول المستفيدين من السكنات العمومية الايجارية لتتحقق من التحققهم بسكنات التي استفادوا منها خوتي هذا الشيء مهم 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 جدا يعني اصحاب السوسيال خوتي الناس لطاهم السوسيال وما زا ما سكنوش نادي تجيكم لجنة وما تلقاكم سكنين والله العظيم غير عظيم ما اجراكم في السكن هذك يلقوكم سواء الا مشي سكني ولا كريم يديروها في ريصانكم مملح والله غير ما رهم رهم صنبتي بالسكنات التي استفادوا منها من عدمه وإلغاء استفادات غير الملتحقين واسترجاعها لمنحها لاشخاص اخرين اكثر حاجة اليها راني قلت لكم خوتي وشاركت معكم شحامل الفيديو خوتي هذا السؤال له الله ما ضحك ومشي زعاقة يعني اي انسان اعطاوها سكن سواء الخوتي ومسكنش فيه ولا راح كنا غير رح يسكن فيه وتعيكلي هذي كيفوتوها لا خاطرش غادي يجوه لجنة توقف عليكم تم وتلقى واحد مش يسكن ستقوني خوتي راح تحرم روحكم السكن وبالتالي تلقى روحكم في مشكل واحد اخر هذي علا بنا باللي كان اختاري هذي الناس اختاريتهم الصح ما عندهمش ساكانات والناس اختاريتهم ما راح يسكنوه لكن المهم كما يقول لك الحاضر يعلم الغيب هذي يا خوتي هذا هو المقال اللي حبيت شاركه معكم فليهذا خوتي انتظرونا دائما في فيديو جديد وكذلك خوتي ما تنسوناش من الدعاء وما بقى لنقولكم خير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة